رسول الله نبدأ مع بعض في إذن الله دلوقتي نتكلم عن الأدوية اللي هتشتغل على تصنيع نيوكليك أسد حلو؟ احنا في الأول خالص تكلمنا عن السيلول انهيبتور اللي هي البي بي في وبعد كده تكلمنا عن تصنيع البروتين وقلت لك اات 3050.com واضح ان الأدوية المرة ده خلالي دايريكت على نيوكليك أسد هي عارفة طريقها ما بتهذرش الأدوية دي الأدوية دي داخلها تجيب الكبير بتاع البكتريا داخلها تقتل لي وتبوز لي اللي دي النعيب بتاع البكتريا الفلوروكينيلون من أجمل أجمل المضادات الخيوية اللي اكتشفناها في يوم من الأيام تقريباً ويد 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 سبكترا بتجيب كل أنواع البكتريا والميكروبيات والآتيبيكال بتجيب كتير كتير أول ذلك أشهرهم وأكثرهم مستعمالاً السيبروفلوكساسين هتلاقي الناس مش هتبلبعوا أصلاً حلو والناس هتفضل تبلبع فيه لحد ما هحصلوا رزيستانت ويبقى معتش لي لازم المهم المهم من أكتر مضادات الخيوية اللي بتستعمل هي الفلوروكينولون بص قبل كده أيام زمان كانوا فيه كينولون زي بس اللي هي الناليديكسيك أسد والباميديكسيك والحاجات العبيطة دي دي كانت قديمة أيام زمان ما كانش ليها استعمالات حلوة أصلاً عملنا لهم فلوريناتين فطلعنا بالسيرد والفورس جنريشن وهما دول أطلاً اللي بقوا بيفتعملوا دلوقات حلو ذلك أنا مش عايزك تعرف كلام أطلاً على القديم إحنا عايزين نتكلم على طول عن الجديد اللي هو السيرد والفورس جنريشن أسميهم السيبرو والأوفو والليفو دول كده سيرد جنريشن عايزك تركيزلي قوي 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 على السيبرو السيبروفلوكساسين لأن ده أشهر الفلوروكينولون اللي هتجي لك في الأسئلة اللييفو برضو عايزك تعرف اسمه ولا حد ما وعايزك تعرف له واحد من الفورس مثلاً الموكسي أو جيمي أو أي حاجة من الحاجات دي حلو؟ عارف ليك واحد مثلاً ولا حاجة تعرف بس أن هما إيه دول فورس يعني جميل خلص جميل والله البكتيريا دي قلتلك بتجيب برودس بكترم من المضادات الشوائية دي بتجيب برودس بكترم من البكتيريا صلاً عنها عندك لو بكتيريا جرام بوضوطيب ممكن تجيب منها جزء مش مشكلة خالص حلو؟ لو بكتيريا جرام نيجاتيف هتجيب منها جزء لو بكتيريا أنيروب فاكر الأنيروب اللي هي لا هوائي البكتيريا لا هوائي هتجيب منها برضو حاجات لو بكتيريا انترا سيولار زي الملك هتجيب منها برضو حاجات حلو؟ فلذلك الأدوية دي قلتلك من أكثر الأدوية استعمالة مش هزن نطول عليك عزيزي الطالب ركز معي الميكانيزم بتإنهبت عارفوا؟ اللي هو الاسم التاني بتاعه عارف ده كان بيعمل ايه؟ ده اللي كان بيعمل للدين ايه وانت أشتر مني في الحتة دي انت اللي واخد جينيتكس وساطر وعن تيل جينيتكس ما شاء الله هو اللي بيعمل للدين ايه اللي بتكون حلو الكلام جميل خالص لو انت بوزت الدي انيه توب ايزمريس تحت دينا نطيب 2 اعرفها عشان الامي سي كيو فانت هتبوز البكتيريا ريبليكيشن وبالتالي بكتيريا هات موت وبالتالي الأدوية دي اصلا بكتيري سايدل واضح ان هي احسن كمان من الماكرو ليد اللي كانت بتضرب الاتيبكل لكنها كانت بكتيريوستاتيك باللو كونسنتريشن بكتيريو سايدل بالهاي كونسنتريشن ده هي بكتيريو سايدل على طول وبتجيب برضو الاتيبكل زيها زي اي مضاد دحيو بيقل لي امتصاصها لو في حاجة في المعدة وقلتلك انها طالما بتحارب الانت سيرول البكتيريا او او ارجانيزم تحديدا يبقى لازم تدخل جوا النيوترو فيل والماكرو فيش خد بالك بيبقى ليهم دي حاجة حلوة زيهم زي الماكرو ليد يعني مش ضرورية او ان انت تعرفها بس اعرف ان دي حاجة حلوة ان هم يتفضوا مرة واحدة في اليوم بس خلو استعملتهم استعملتهم دي كده الاسبكترم بتاعهم الحاجات اللي انا قلت لك بتضرب اي وما الى ذلك اعرفهم كده ليك زي ما انا قلتهم لك بطريقة عامة كده لكن كاستعملات بقى ضد اي انفكشن بص 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 اي انفكشن في اي مكان في ال جو اي تي ينفى في الوريوني ينفى في البرستاتا ينفى في الريس بايراتوري ينفى ده كمان لو سودومونس هتنفى شفت والسكن تجيب السكن كمان جميل والبون انفكشن استعمال بيبقى السرج جينريشن قلت لك ان بون بتبقى احيانا انايروبيك بكتر لذلك هي كمان بتتحارب البون انفكشن جميل خلاص الكلام ده عايز تخفز جي اي تي ويوريوني تراكت وريس بايراتوري وبون اساس اللي هي مين? الناس لكن لان دي اللي انتو بتنسوها الناس الناس وسلمونيلا. ايه السلمونيلا دي يا دكتور? دي بتاعة التاي فود. ندي اللي بتعمل تاي فود ان ترك اللي هي الامعاء الناس التاي فود يعنى. التاي فود يعنى. خلvida الخارس. مش مشكلة بيخربوا كمان ايه? انا وضّغت لك فوق ان هما بيجيبوا الاي جيبوا ومعهم الكليميديا. الدين كليم مذيكاة. عايزك تعرف لي كل الاستعمالات دي بص بالصلاة عن النبي بسم الله الله اكبر بتستعمل تقريبا ضد اي نوع من انواع البكتري حلو الكلام جميل خالص ان انت تعرفها مش مميز لها اوي الاستعمالات بتاعتها لكن مميز لها شكاية السلمونيلا ده اعايزك تبع عارفها كويس اوي والأدفيرس افكت بقى هي المميزة جدا ليها اعتقد جي اي تي ابست انت سمعتها لما زهيت منها كل مضادات الخيوية تقريبا بتعمل جي اي تي ابست دي عشان نوجات لك اي مضادة حيوي غالبا علشان بيقلم صاسو بالاكل فابتده اديه على معده فاضية فيعمل جي اي تي ابست جميل جميل خالص دي بقى حاجة غريبة خالص جبنا متين فار في المعمل بتاعي جربت عليهم الدواء لقيت الفران بعد فترة ماشي بتعارج اتار ان الدواء ده ضرب بالكارتلج عارفين الكارتلج اللي بيبع في الجوينت مهم هو ضرب حتة في الكارتلج اللي بيبع في الجوينت فلاقينا الفران دي جالهم مشاكل في المفاصل وبقت بتعرق طب هل الكلام ده حصل في الانسان لا ما حصلش في الانسان لكن احنا مش هنستنى ان هو يحصل في الانسان فاحنا مرضو ناش نديه لأي شخص تحت التمنتشر سنة علشان ما يحصلوش مشاكل في نموه العظام وماء تندنيتز وتندون ربشار دي بقى دي بقى سبحان الله غريبة جدا عارفين تندو اخيلس او اكيلس از يولاك تو ساي يعني اكيلس او اخيلس اللي انت عايزو اللي هو كان بتاع المحارب العديم اللي اسمه اكيلس وعلشان يموته اكيلس ده كانوا رموه بسهم فالسهم جيه في التندون اللي هو المنطقة دي التندون ده او التندون ده او اللي بيوصل ما بين السمانة والكعب بتاعك من تحت مش الكعب اللي هو ده الكعب اللي هو تحت خالص ده مش اللي هو تحت في الاناتوميت المهم المهم اللي هو التندون بقى اللي بيوصل ما بينهم ده التندون ده ضربوه في المحارب اللي كان اسمه اكيلس وقع من الخصان ليه يعني بما ان هو كان محارب عظيم فهمنا مسمينه على اسمه يعني المهم المهم تندن ده لقينا ان ممكن بعض الاشخاص يجي لهم وجع في التندن ويقول لك يا دكتور انا بدأت سيبروفروكساخين وبدأ يظهر لي وجع في التندن بتاعي توم انت دكتور واخد باكريليوس طرف سحي من جامعة اوكسفورد وتروح ايه له مش مشكلة قربط رجلك وكمل الدواعات يجي لك بعد اسبوع يقول لك يا دكتور انا لقيت التندن بتاعي فرقة ورحت لدكتور اعظامه ومش عارف ايه هو الا خصل لدكتور تروح انت اقفل لها يادة وماشي ومروح علشان انت كده هتتسحب منك روح تدقل ليه لان انت ما كنتش عارف يا دكتور ان السيبروفروكساسين بيعمل تندنايتس وتندن رابشر اول ما يجي لك المريض اللي بدأ سيبروفروكساسين يقول لك عندي وجع في التندن تروح موقف في السيبروفروكساسين على طوال خوفا من التندن رابشر لان التندن رابشر هيعيش باية خياته على عبكس جميل جميل اعرف لي الاتنين دول لان هما مميزين جدا ليها والثالتة بتاعيتهم بسي الناس خد بالك الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل في الدماغ اللي هو الصراع ما الى ذلك الحاجات دي الفلوروكينولون بتلور الثريش هولد ان هو يدخل في التاك يعني يعني هو مثلا بيدخل في التاك مرة كل 3-4 سنة لو خدت فلوروكينولون تحضير ندي سيبروفروكساسين ممكن مرة واحدة تلاقيه دخل في التاك بعد خمسة ايه التاك من الابلبسي التاك من الصراع يعني مرة واحدة دخل في نوبة صراع حلو؟ فيجيلك الكيس يقول لك واحد عنده بقاله خمس سنين بيتعالج من الصراع بدأ كينولون بيتعالج من الصراع بأي انكان الدواء كاربامازيبين أو اي انكان الدواء اكتبها علشان بتجيلك في الكيس كاربامازيبين بدأ ياخد فلوروكينولون حلو؟ اول ما بدأ ياخد الفلوروكينولون ده مرة واحدة دخل في التاك ايه سبب التاك؟ تقول له ان الفلوروكينولون من الادفرس افكت بتاعته ان هي بتقلل بتاع الابليبتك سيجر حلو؟ وتكتب لي الحكاية دي ان فلوروكينولون لديم تستعمل بحرص مع البيشنط اللي عندهم ابليبتك اخيرا كلمة اللي انا مش هشرحها لك اصلا قلت لك من لون مرة ان هو بيعمل انهيبيشن للسيبرو بمية وخمسين فبالتالي هيزود تركيز بعض الادواء الاخرى زي السيوفلين قلت لك قبل كده ان هو من عالة الكافيين الورفارين ده انتيكواجلانت بتاع سيولة الدم السالفوناليورية ده ده ادوية من ادوية السكر فاخد بالك ان تركيز اي حاجة من الحاجات دي لو زاد في الجسم هيعمل مشاكل السيوفلين ممكن يدخلك في الريزمية الورفارين يدخلك في نذيف من كل مكان السالفوناليورية يقلل السكر اوي لان هو دواء اطلا بتاع سكر فيقلل السكر اوي ويدخلك في هايبو جليسيمك كوما حلو احضر من الحكاية دي فلوروكنولون سهل خالص ما فيوش اي مشاكل الكلام اللي فيه اللي انا قلت لك بس هو اللي تعلم عليه انا عارف ان المنظر بيبقى تحس ان الدنيا مكالكعة لكن موضوع ابسط من كده جدا بالنسبة لك في سنة اولى مش عايدك تعقد الموضوع لنفسك حلو كلام الكلمة ده هي علشان ما حدش تسألنا عليها اللي هي الاس نومونيا دي اللي ستريبت نومونيا مش مشكلة خلص هو بيخارب النومونيا دي بتعمل نومونيا اصلا النومونيا دي اللي هي التهاب في الرئة بنسميها نومونيا ما ما فيش حاجة اسمها لانجايتس التهاب في الرئة اسمه نومونيا من البكتيريا الشهيرة او انها تعمل النومونيا هي الستريبت نومونيا هلو الكلام لاينا ان اللييفو تحديدا والموكسي اللي هو ثرد وفورس جينريشن اقوية او ضد النومونيا دي خلو اعلم لعليه علشان لو وجهت لك في سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب وليك وسلام على المرسلين اشتركوا في القناة